بصوا في معلومة وانا متعود معاكم على الامانة والصراحة يعني ايه يعني ما اقولكش المعلومة الا لما بقى متأكد منها 100% 100% بس هقولك اللي عرفته وهنبشي مع بعض احنا مع بعض مش هنروح من بعض في حات هقولك اللي عرفته في نادي كبير في مصر بحسب مع المعلومة جات لنا وانا مش هقولك اسم النادي الا متأكد مية في المية شوف انا واضح او انا لحد ما دخلنا الهوى هنا انا وزمالي بنحاول نتأكد من الخبر مية في المية بس عشان لسه في حتة نقصة مش هقولك اسم النادي انا كان ممكن اقولك اسم النادي دواتي ورميها وخلاص وهي ونصبها فيه ناس بتعمل كده انا مش بعمل كده فيه نادي كبير خلال ايام قليلة سيتعرض لاقاف للقيد في فترة انتقالات فترة واحدة في نادي كبير في مصر سيتعرض خلال ايام لفترة اقاف قيد واحدة من قبل الفيفا طبعا طبعا انت الوقت ها ما تقول لي اسم النادي ايه والمشكلة ايه ان شاء الله لو ربنا لو ربنا قرمنا بكرة هقولك كل التفاصيل الممكنة ان شاء الله يعني اسم النادي والمشكلة وايه اللي حصل بس احنا جت لنا معلومة من النادي نفسه من النادي ده نفسه انه النادي تم ابلاغه شفاهيا انه تعرض لايقاف الكيد اتحاد الكرة لم يصلوا اي شيء حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة وبين الامول لم ترتقي للشكل الرسمي فمش هنقولها الا لما ترتقي للشكل الرسمي دي حكاية انا بيعز علي اقولك المعلومة ناقصة والله انا عايفة تسعبت الدائم الحاجات دي كمشاهد يعني بس انا عايزك تمشي معي واحدة واحدة يبقى ماشين مع بعض واحدة واحدة اللي اعرف اقولهولك على طول ما شروش معايا اقولهولك وبكرة لو في جديد اقولهولك برضه اشتركوا في القناة